السيسي كان في الإمارات بيشارك كضيف شرف في قمة الحكومات العالمية بدعوة من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الراجل راح حضر بعض الملاحظات السريعة قبل ما نستعرض تقرير أسوشياتي بريس الفاضح الحقيقة لعبد الفتاح السيسي الراجل أول مرة يكلم الناس بوشه لأنه كان متعود دايما يدي الناس أفاه فالمرة دي كان قاعد على منصة زي البني آدم العادي وبيكلم الناس وجها لوجه فكان حبيبي متوتر شوية يعني ما كانش في حالته ما كانش في كامل ليقته وفي كامل أناقته كده وقاعد مرتاح المرة دي كمان كان جنبه مزيع ويكأنه بيعمل معامه قبله وحاول يقطعه فالسيسي ارتبك وقال له سبني دا أنا ما صدقت طبعا ما صدقت دي طلعت كده يعني عفوية بس كانت كاشفة عن الوضع الراجل زي ما كنت بتكلم مبارح بالليل على اليوتيوب محمد بن زايد جابه يدي له وش بوية جابه يورنشه لأنه الراجل بقى خلاص مبقع وحالته كرب وانتشر العفن الاقتصادي والسياسي في الحيطة بتاعته كلها وبتاعت نظامه الحقيقة المشهد بتاعة بالفتاح السيسي في الإمارات دفع Associated Press والكاتب جون جامبرل أنه ينشر تقرير بعنوان الرئيس المصري بيتملق أو بيمتدح الإمارات عشان رأب صدع المساعدات الخليجية الرئيس المصري يشيد بالإمارات ويسعى لرأب الصدع لتلقي مزيد من المساعدات الخليجية التقرير تكلم على تفاصيل كتير جدا لكن تعالوا تشوف تفاصيلها لكن الكلمة اللي لفتت انتباهي قوي ودي يمكن سبب الانترو بتاع حلقة النهاردة لما حطينا وصل التطبيل وكان فيها شخص برأس طبلة ومحمد بن زايد الكلمة اللي قالها الكاتب وهي Monologue of Praise اللي هو يعني Monologue الثناء أو الإشادة بالإمارات ويكأنه يعني عايز يقولنا بالعمال المصرية إن السيسي راح يعمل وصل التطبيل تعالوا نشوف كده اللي جيه فيه تقرير Associated Press كل شيء لم يكن ممكن دون مساعدات الإمارات هنا بينقله عن عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم قالوا إن اللي حصل ده كان محاولة لإصلاح الصدع بينه وبين الخليج وطلب مزيد من المساعدات كمان دول الخليج من ساعدته على البقاء واقفا على قدميه منذ 2013 الكاتب بيقول كده وبعدين بيستدل إنه هما الدولوا أكتر من 100 مليار دولار من أموال الخليج ذابت إلى القاهرة في شكل مساعدات مباشرة في شكل إمدادات وقود وقروض ودائع لكن بينقلنا الكاتب إلى المرحلة الأخيرة في العلاقة ما بين دول الخليج وعبد الفتاح السيسي فبيقول مؤخرا أبدأ الدول الخليج تململها بشكل علني بدأ الدول الخليج تبقى أرفانة استدل على ده بتصريحات محمد الجدعان وزير المالية السعودي وبعض النواب البرلمانيين في الكويت اللي طلبوا أيضا الكويت بإيقاف دعم مباشر للنظام المصري الإمارات الوحيدة التي لم تعلق علنا بيقول إنه محمد بن زايد الإمارات هي اللي ما قالتش بشكل واضح إحنا هنغير من شكل المساعدات ويمكن ده أنا شرحته لحضرات كل أسبوع اللي فات لما قلت لك إن الإمارات مخلصت قصة معامل بدري الإمارات من 2017 محمد بن زايد أعلنها إن أنا مش هدي لك فلوس غير لما سيطر على قطعات بعينها وفعلا سيطر على قطعات بعينها استعرضناها في حلقة سابقة في آخر كلام ممكن ترجعولها على اليوتيوب وبالتالي الإمارات مش محتاجة إنها تعلن تململها من دعم السيسي علنا زي السعودية وزي الكويت إذا لم نتمكن من قول شيء جيد يجب أن نبقى صامتين الكاتب هنا بينقل على لسان السيسي تصريحاته عن الحرب الكلامية ما بين مصر والسعودية وتجاهل الكلام على عبد الرازق توفيق الكاتب المصري كمان بيقول أشكر الله على الكرم الذي تلقيناه إحنا مبسطين أو يا جماعة إحنا سعداء جدا إحنا جايين نشحت منكو وإحنا مبسطين أو إن إحنا موجودين معاكو